مساء الأمل مساء السعادة وكل سنة وأنتم طيبين ويد أضحى سعيد على الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمعين النهاردة هنتكلم عن قانون التصالح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقرار رقم واحد لسنة 2020 قانون مخالفة البناء وهو من أبرز التشريعات التي تشغل شريحها كبيرة من المواطنين وخاصة أن التشريع جاء ليعالي بأثارة وطرقومات سابقة ويهدف للتخلص من العشوائيات والقضاء على البناء المخالف معنا الدكتور صالح عزب استشارة تنمية المستدامة تشرفنا بك دكتور أهلا بك أهلا بك دكتور في البداية حابب أسألك إيه هو قانون التصالح وإيه الهدف منه وليه تعمل هو قانون التصالح يعني أثار الحقيقة كثير من اللابس وفيه نقاط غمضة كثير قوي الناس بتشتكي منها يعني أرجو الناس اللي هي مش فهمها قوي أو حاسة بعض الغموض فيه يركزوا معايا قوي وأنا بتكلم عشان يعني هيزيل الكثير من هذا الغموض قانون التصالح تم لتوفيق حالات أو مخالفات تمت فيما سبق ونقطة مهمة جدا نعرف أنها مخالفات تمت فيما سبق ولكنه بأسر راجع بعيد جدا لا هو بتكلم بالزبط عن المخالفات اللي تمت قبل سنة 2019 قبل صدور قانون يعني أنت لو تلاحظ في سنة 2011 أيام الثورة كانت العملية سايبة خالص وما فيش رقابة والحكومة أساسا مغيبة فكان فيه انفلات أمني وده أغرى كثير من الناس أن هم يبنوا أو يعلوا أدوار أو يخذف قانون البنية ولكن القانون طبع من 2008 و2008 كانت الدولة قوية وما كانش فيه انفلات كانت بعد رئيس ياسم مبارك الأسبق وكانت الدولة بكوية لا هو قانون البناء اللي كان موجود سنة 2008 اللي هو قانون 17 ده سنة 2008 ده اللي بيحكم عملية البناء يعني بيقول لك إيه اللي يعتبر صح وإيه اللي هو يعتبر هنعتبر مخالف وهتتغرم عليه أو هتتعاقب عليه إنما اتعاقلت كثير من المخالفات ولكن فيه ناس ما قدرتش تسدد فيه ناس أهمالت التصالح فاتعمل قانون التصالح لهذا السبب إنه بيسهل على المخالفين تضارك المخالفة وبيقدم تسهيلات كتيرة للمخالفين دول ما كانتش موجودة فيما سابق يعني المخالفات اللي يتمت وتعمل عليها عقوبات أو غرامات القانون الجديد بيرد هذه الغرامات للناس أو بتتخصم من المخالفة اللي يتم التصالح عليه زي ما قلت لحضرتك هو برضو مدي ميزة للناس اللي هي المخالفين إنه يقصت المخالفة دي على ثلاث سنين بدون فوائد وده ما كانش موجود قبل كده طبعا الهدف طبعا من القانون إنه تسهيل الإجراءات للمخالفين على تصالح وسداد المخالفات لإنه عدم التصالح أو استمرار المخالفة معناها إنه مش هيقدر يدخل مرافق للبيت معناها إن الناس اللي موجودة في البيت هتعاني من الموضوع ده مش هيقدر يدخل الكهرامة مش هيقدر يدخل مياه غاز كمان التصالح واستخراج رخصة بيرفع تمن المبنى وبيرفع تمن الشقع يعني تمن الشقة في مبنى غير مرخص أكيد غير تمنع في مبنى مرخص كذلك 8 متر في أرض مرخص البناء عليها غير فطبعا بيقدم مزايا كتير قوي زائد كمان إنه هو بيسهل إجراءات يعني الإجراءات الأول للمتصالح أو اللي عايزة تصالح كانت يعني لحد كبير معقدة فهو بيسهل هذه الإجراءات بيفتح مكاتب كتيرة لتلقي طلبات التصالح أنا عايز أقولك إنه تقدم لحد دلوقتي من مارس 2020 لحد دلوقتي حوالي نصف مليون طلب للتصالح ليه بقى تم التعديل تاني في واحد واحد في سبعة يناير 2020 بقانون واحد مقرر لسنة 2020 لأنه حصل صغرات في القانون اللي هو القديم اللي هو بتاع سنة 2019 كان فيه لبس وعموت كتير قوي بنوت كتير قوي الناس مش فهمها كمان المهلة اللي حددها القانون اللي هي سبت الشر كانت قصيرة جدا يعني فيه بعض الناس كانت عايزة تصالح بس هي كانت مثلا برا البلد أو كده أو ظروفهم ما تسمعش فكان لازم بعد المدة دي ما تخلص في يناير أنه يصدر قانون تاني على الأقل بس الناس تفاجئت بقانون اتصال الناس تفاجئت يعني حصل فاجئة كده هي ما تفاجئتش قوي يعني هي وردي عليها مخالفات هي بالفعل عليها مخالفات وبعضها أحد القضاء وبعضها بيتفق بس لا يمكن أن يكون بأثر راجع من 2008 يعني ماشي هي دي المفاجئة نقطة بأثر راجع دي تعسبني من 12 سنة نقطة بأثر راجع دي مردود عليها يعني هو بعض لما نجي نتكلم عن التحافظات اللي الناس أثرتها على القانون ده كنت عايزة أخلي النقطة دي للآخر أن من ضمن هذه التحافظات بيقولك أن ما فيش حاجة اسمها تحسبنا على جريمة بأثر راجعي وكمان ده ضد الدستور الدستور بينص على كده أن ما تحسبناش بأثر راجعي ده مش صح الجريمة مش بأثر راجعي الجريمة حصلت فعلا أنا ما بحطش قانون لجريمة حصلت جديدة وعقوبة جديدة لا أنا بحط قانون لجرائم حصلت بالفعل ولكن عدت مراحل التقاضي لا أنا مرحلة التقاضي عدت معدت نشر عام يعني الواحد ده أنا بني في 2008 مثلا ولم تصدر له رخصة ولم تصدر له رخصة حتى الآن ماشي مع المشكلة هنا في الدولة بقى ما حسبتوش ليه سابطوا كل هذه المدة ليه ما أنا باجي بقى في القانون الجديد ده هوت بسهلك إجراءات أن أنت تتصالح يعني كثير من الحالات حصلت للمخالفات التسهيل مش إجراءات الدافع ما هو الدافع يا دكتور ما هو برضو تسهيل في الدافع ما هو فيه ناس مش بقى تدفع نهائية معلش بقى ما هو يعني أنا أولا يعني أنا بسهل عليك أولا أن أنت بدل ما تدفع مباشرة بتدفع على ثلاث سنين وبدون أقصاد بدون فوائق كمان أنا برخص عليك يعني بقلل التكلفة يعني بدل ما أنت كنت بتروح مثلا تطلع الترخيص بتاع الرسوم الهندسية من مكاتب استشارية تبعا للقابل ولكن مثل كما دكت كما أنت كنت بتدفع مبالغ ضخمة جدا أنا أتحتلك فرصة أن أنت تطلع هذه الترخيص من كليات الهندسة من مراكز البحث بس المتر بتحسب بكام طبعا دي بتفرق من مكان لمكان من مدينة للقرية أي أن كان يعني ما هو ماشي بيبقى كان برضو ما هو مبلغ كبير يعني أنت مش عايز ناخد مخالفات خالص لا يعني أن المبلغ كبير فيه ناس مش قادرة تدفع وفيه ناس مش قادرة تتحمل هذه التكلفة يعني القانون ده قانون صعب في ظل الظروف اللي كانت في كورونا وفي ظل الاقتصاد وايئة والبلك واقفة والنس ما بتشتغلش فأكيد يعني القانون جي في وقت صعب جدا جدا في حالة تصادية سيئة هو أولا القانون طبعا معمول قبل الكورونا قانون معمول سنة 2019 مش ولكن تطبق أمتى لا مطبق من ساعة ما بدأ لا طبق أيلوات دولة قامت بتنفيذ القانون من شهر بالزبط التنفيذ وتنفيذ هو الفتح باب التصالح حصل بالزبط في أغسطس 2019 وناس فعلا بدأت يعني هي اللي حصل التجديد اللي حصل في 2020 في يناير 2020 زي ما قلت لحضرتك أولا تسهيلا للإجراءات ثانيا زهار جدية الدولة ولكن الإجراءات الواحدة مش كفية دكتور الإجراءات الواحدة ليست كافية على الأقل يبقى المتر يحسب بسهر خص يعني بسهر قليل برضو النقطة دي برضو تسهيلا على الناس النقطة دي برضو تتكلموا عنها في مجلس الشعب وناس كتير في الإعلام وفي الميديا بالذات وعشان كده تم تعديل تاني لهذا القانون في 7-7 يعني القانون اللي طلع في واحد في 7 يناير 2020 عدل تاني سعر المتر اللي حصلتها كتكلم عنه اللي بيتم عليه التصالح تم تخفيضه تاني في 7-7 فإذا يعني الحكومة بتحاول قدر الإمكان إنها تسهل على الناس ومع ذلك طبعا سيظل هناك ناس غير قادرين على التصالح دي أنا متفق معاك فيها يعني حتى في ناس كتير اشتعلت الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ناس كتير اشتكت وقالت هو احنا هنشتري الشقة تاني بعد ما كنا دفعنا تمانعة يعني هي دي نقطة نقطة اللي أنا بتحفز عليها في القانون الحقيقة إنه أتاح لصاحب الشقة أو لصاحب العقار أي منهما إن هو يتصالح طبعا أنت دلوقتي أنا صاحب عقار وجيت باعت خلفت يعني بنت بالمخالف وبدون رخصة وباعت الشقة وخلاص وسلام عليكم ومشيت زنب الناس اللي موجودة بقا اللي هي في الشقة تيجي الحكومة طالبهم بألف جنيف المتر تاني يعني كأنه بيدفع تمان الشقة تاني دي نقطة اختراق الحقيقة في القانون ولكن في نفس الوقت أنا لما بحط نفسي مكان الحكومة مش لأي لحل هل معنى كده إن إحنا نسيب المخالف مخالف هل يتمتع يعني أنا شايف لابد من البحث عن آلية لتقصي المجرم الحقيقي لأنه المجرم الحقيقي هو مش اللي ساكن حاليا وإنما اللي بنا أصلا من غير رخصة أو خالف الرسوم الهندسية ولكن بشكل أموم سواء المجرم الحقيقي أو غير المجرم الحقيقي الباني الموجود نفسه حاليا حتى لو هو ممكن في الشقة نفسها فالقانون صعب جدا لأن في ناس أصلا حتى هو اللي باني من 2008 أو 2012 وما زال هو صاحب الشقة القانون صعب عليه والمبلغ صعب عليه والتصالح صعب عليه والإجراءات صعب عليه أكيد إنما في حالات تانية يعني زي ما في حالات حضرتك برضو ذكرتها وأنا برضو أقيدك فيها إن في حالات فعلا تستحق إعادة البحث إنما في حالات تانية برضو يعني من المخالفات القانون لا يغطيها ويجب إزالتها فورا يعني مثلا الناس اللي هي عملت ارتفاعات بما يخالف مثلا تعليمات وزارة الطيران المدني أو القوات المسلحة بحدد ارتفاعات معينة في مناطق معينة الناس دي تجوزت هذه الارتفاعات أو الرجل اللي هو تجنى على الشارع وخد جزء من خط التنظيم بتاع الشارع أو الناس اللي هم اخترقوا قانون حماية الأثار أنا متفق معك متفق معك اللي يتعد على أملاك الدولة أو الأماكن المحظرة أوكي يتجمله أو يتعامل تتعامل الدولة معها بكل موادية منكوة لكن الناس التانية ما هنا أنا اتفقت معاك في النقطة دي ما أنا قلت لك زي ما في ناس الأمر أنا مختلف زي ما قلت لك أن في ناس فعلا تعبانة من القانون إنما في ناس تانية يجب بمواجهتها وقانون التصالح بيخرج جزء من المخالفات لا ينطبق عليها قانون التصالح يعني قانون التصالح مثلا ما ينطبقش على المخالفات اللي تمت بعد إصدار قانون التصالح يعني بعد 2019 بعد أغسطس 2019 يقول لك أنا عملت لك قانون عشان يسهلك إجراءات التصالح فتيجي بقى أنت تتحدى ورغم هذا القانون وتبني تاني كده أنت مش هتصلح معك ماشي ما بعد القانون في حاجات يجب إزالتها فورا ما بعد القانون لا في حاجات يجب إزالتها فورا يعني مثلا المخالف لشروط الطيران المدني أو لقوات المسلحة أو لخط التنظيم اللي حطه الشارع أو لحماية الأسار هذه المخالفات لا يجب التهوم فيها ولا التصالح فيها فلذلك القانون أخرجها من التصالح ويجب إزالتها فورا أو بيتم قطع المرافق عنها شيئا في شيئا تدريجيا برضو عشان الناس اللي ممكن كيفية حساب مبلغ التصالحها بكتر؟ بدت تحسب إزاي؟ هو قانون برضو التعامل سنة 19 ما كانش بيدي تسهيلات في الدفع وكان يعني لحد ما قاسي شوية اللي حصل إنه الدولة في قانون اللي تعمل سنة 2020 ادت تسهيلات في الدفع مش بس كده وكمان ده أنا عايزة أعرف المبلغ بتحسب الزيارة أيوم أنا هقول لي حدوث يعني هل المتر في القرية زي الريف؟ لا طبعا هو لما الحكومة قارت اللي هيبتدف إجراءات التصالح هنوقف له أي غرامات أو إجراءات قانونية بالنسبة للمخالفة اللي تمت قبل كده فعلا فكتير من الناس تعرف المصريين برضو فيهم حركات كتير من الناس بدأت في التصالح في إجراءات التصالح وخادت الوثيقة اللي بتثبت إنهم بيتصالحوا وراحوا أوقفوا بيها أوقفوا الإجراءات القانونية اللي كانت أو العقوبات اللي كانت عليها وابتدوا يدخلوا الكهرباء والغاز والمية وكده وماكملوش بقى التصالح يعني استغلوا الوضع ده هوت وأوقفوا الغرامات وأوقفوا العقوبات اللي عليهم وماكملوش في التصالح فعشان كده الحكومة في القانون الجديد قالت لضمان جديد التصالح هتدفع ربع المخالفة هو 25% من المخالفة اللي عليك في البداية المخالفة دي بقى شكلها إيه؟ بتفرق حسب طبيعة المخالفة يعني إذا كانت بناء على السطوح إذا كانت استغلال البدرون للنشاط غير مرخص كل حاجة لها تمن يعني 80 ألف أربعين طبعا القرى غير المدن وعواصم المحافظات غير مخالفة الترخي انت بنيت أساسا من غير ما تطلع رخصة دي بخالفتها ربع مليون جنيه في عواصم المحافظات 160 ألف في المدن 40 ألف في القرى وكذلك مخالفات البدرون ومخالفات الردود كل واحدة لها سعر معين إحنا انت عشان تتصالح بتدفع ربع هذه المخالفة بداية كإثبات لجدية التصالح وبعد كده بتقصت على ثلاث سنين زي ما قلت لحدتك بدون فوائد يعني طبعا دي تسهيلات يعني أنا لو قلت قانون التصالح مش موجود خالص إحنا عايزين يشير قانون التصالح طب ما هترجع المخالفات دي تاني ما أنت هتدفع هتدفع لأن المخالفة عملت عليك يعني القانون التصالح معمول لمخالفات قريدي تمت وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بأنه بيتطبق بأصل الرجل هو المخالفة تمت بالفعل وحصلت ولو القانون مش موجود هتمشي على القديم القانون جي عشان يسهلك الدفع طب لسان حال مواطن يقول لأملك من حطام الدنيا سوى منزلي وأعمل باليومية الحالات دي الدولة التعمل يعني أنا باقترح أنه يكون فيه اللجنة يعني تدرس حالة بحالة لأنه فعلا فيه ناس يعني هل القانون فيه استثناء أم لا استثناء ما هو أو العام يعني هي المناقشات الحالات الضعيفة سننظر لها هي المناقشات ماشية في هذا الاتجاه العام الضعفة المناقشات ماشية في هذا الاتجاه وأنا أرجو من المشرع أنه يدرس حالة بحالة لأنه بالفعل في ناس لا تستطيع وفعلاً لا تتضرر وما هيش مزنبة كمان شكراً لك يا دكتور صالح والله نورتنا وإحنا نحتاجين حلقات كتيرة عشان نقدر نكفل موضوع بصراحة لأن أنت عندك الكثير والموضوع يحمل الكثير والكثير شكراً شكراً للمشاهدة